اهلا بكم مشاهدين في جولة الصحافة والتي تصحبنا فيها الصحفية نادية أبو المجد أهلا بك نادية أسبوع حافل بالأخبار ونقوم بهذه الجولة ومتوقعين مزيد من الأخبار الأسبوع المقبل أكيد سأكون معك ربما في قراءة الصحفة المقبلة إذن نادية نستهل جولتنا في الصحافة مع نيويورك تايمز التي تناولت الأحداث في ليبيا وكتبت تحت عنوان ليبيا تنزلق للفوضى مرة أخرى وقالت الصحيفة إن رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد دبيبة رفض قرار البرلمان الأمر الذي أثار المخاوف من عودة الانقسام في ليبيا بين حكومتين متنافستين إذن نادية الحقيقة ليبيا تنزلق للفوضى هذا الخبر من نيويورك تايمز الأمريكيون أو الوسائل الإعلام الأمريكية كيف ترى هذه الأزمة خصوصا بعد قرار الدبيبة بعدم موافق على هذه الحكومة قرار الحكومة تشكيل نفسها بدون موافقة الدبيبة كما يبدو من هذا التقرير فكرة أنه على قد ما كان هناك أمل أن تعقد الانتخابات حتى ينتهي هذا الانقسام وتنتهي فكرة الحكومتين اللي هما متنافستين كما كان الوضع في السنوات الماضية ووضع حد للمشاكل وعدم الاستقرار التي تعاني منه ليبيا منذ 2011 إلا أنه يبدو أنه كما يعني من العنوان أنه ليبيا تنزلق للفوضى مرة أخرى بالتطورات المتسارعة منذ قرار البرلمان بالأمس أنه تنتهي حكومة الدبيبة وترشيح فتح بشاغة لفكرة أنه يكون هو بديل فيبدو أن الصراع سيحتدم مرة أخرى لأنه الدبيبة رفض ذلك وقال أنه يعتبر أنه هذا قرار غير شرعي وأنه هو الذي يمثل الحكومة الشرعية وأنه سيتنازل فقط عندما يكون هناك انتخابات وهذا عكس القرار الذي صدر من البرلمان وكان هناك أيضا محاولة لإغتياله بالأمس فيبدو أن الأمور تتسارع في ليبيا وبدلا من أنه توضع حد لهذه المعاناة التي تعاني منها ليبيا على مدى العشر سنوات أنه حتى الهدوء النسبي الذي حدث منذ اختيار الدبيبة رئيسا للحكومة يبدو أن الأمور تسير للعودة لما قبل ذلك وخصوصا في ظل عدم وجود انتخابات وأيضا فكرة أنه يبدو أنه مازال الجنرال خليفة حفتر يحرك المشهد لأنه مرة أخرى سيكون هذا الصراع بين الحكومة في الشرق والغرب نعم نادية نبقى مع الوسائل الإعلام الأمريكية وغير بعيد عن ليبيا نتحول إلى مجلة فورين بوليسي الأمريكية التي تناولت الشأن التونسي وكتبت تحت عنوان هل سيقتل قيس السعيد الديمقراطية في تونس وقالت الكاتبة نصموت باداموسي إن الدولة التي أشعلت شرارة ربيع العربي من الممكن أن تتجه مرة أخرى إلى الحكم الاستبدادي هل سيقتل قيس السعيد الديمقراطية؟ هل لا يبدو لك هذا العنوان قاسيا شيئا ما في وصف الأزمة التونسية الحالية من طرف فورين بوليسي؟ لا بالعكس أنا شايف أنه سؤال منطقي لأنه في ظل التطورات التي تحدث منذ 25 يوليو من العام الماضي تستمر الإجراءات بدأت بحل الحكومة وحل البرلمان والآن يتجه إلى حل المجلس الأعلى للقضاء غير كل الاتهامات التي يوجهها للمعارضين حتى هذا التقرير أو هذا المقال يقول أنه بصورة متزايدة قيس السعيد أصبح يذكر التونسيين بزين العبدين بن علي الرئيس السابق الذي أطاحت به ثورة الياسمين المفروض لأنه أصبح كثير من إجراءاته تشبه ما ثار التونسيين عليه بجانب أنه عندما اتخذ هذه الإجراءات كان يتحدث عن أنه هناك خطر محضق بالثورة بالدولة التونسية وأنه هناك فساد وفكرة الاقتصاد لكن هو بتقول أنه الحقيقة أنه تونس على شفاء إفلاس قومي إعلان الإفلاس الحكومة أجلت دفع الرواتب منذ الشهر الماضي بسبب أنه هناك تعثر أو بطء في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي زادت البطالة زادت المعاناة الاقتصادية هذا المقار يذكر بأن قيس سعيد المفروض في السلطة منذ 2019 لم يحقق سوى 6% من وعوده الانتخابية وأصبح يمارس أشياء سياسات تشبه كثيرا بن علي وهذا ليس مكان يتوقعه التونسيين خصوصا بعد ثورة وينتهي هذا المقال بقوله أنه إذا فعلا استمر هذا الطريق الذي يمشي فيه قيس سعيد اللي هي شافت كاتبة المقال أنه يقتل الديمقراطية فيكون هذا بمثابة وفاة رمزية للثورات الربيع العربية لأنه طبعا معروف أن تونس هي التي اندلعت منها هذه الثورات وكان يعتقد حتى وقت قريب أنه هي النموذج الوحيد الناجح في هذه الثورات وأنها أدت إلى ديمقراطية وهو ما تم هدمه بعد إجراءات يوليو من العام الماضي من قبل الرئيس قيس سعيد نعم نادية ولهذا الأمر سأكيد ستكون هناك تبعات كثيرة كما الآن نرى في هذا الخبر العاجل تبعات هذا الصراع في أوكرانيا بخصوص ثمن النفط الذي يرتفع إلى 94.8 دولار للبرميل في أعلى مستوى له منذ 2014 وهذا طبعا مرتبط بالأزمة الحالية في أوكرانيا بين روسيا والأوروبيين وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية أبقى طبعا مع وسائل العام الأمريكية في إفريقيا نقول بالقرب من ليبيا لكن في إفريقيا مع صحيفة الواشنطن بوست التي تناولت في تحليل لها موجة الإنقلابات التي وقعت مؤخرا في القارة الإفريقية وتساءلت عن أسباب وباء الإنقلاب في إفريقيا في الشهور الأخيرة والتي وصلت إلى ثمانية إنقلابات وقالت الصحيفة إن كيفية قيام الزعماء الأفارقة بتدعيم حكمهم يسهم في فهم أسباب قيام الجنود بإسقاط الحكومات نادي الحقيقة يعني عبارة وباء مناسب صحيح كنت لست أقولك ده تصريح كان من الأمين العام للأمم المتحدة لأنه في العقدين منذ 2000 لسنة 2020 يعني كان هناك معدل إنقلابين في العام لكن في خلال الاثناشر شهر الماضين يعني متحورات الإنقلابات متحورات الإنقلابات الإنقلابات تتوالد وتتضعف حدث ثمن إنقلابات في خلال الاثناشر شهر فقط يعني طبقا لهذا التقرير أنه نجح خمسة منهم خمسة من الثمانية الإنقلابات التي نجحت في الإطاحة برأس السلطة في البلاد رغم أنه كثير من هذه الإنقلابات تحدث في الديمقراطيات التي ما زالت تتحول يعني لا هي تعاني ما زالت يعني الديمقراطيات الراسخة يعني الإنقلابات فيها أقل لكن هناك كثير من المشاكل أو التي تتسبب في ذلك حتى تتسأل كتابة المقالات هل الإنقلابات معضية؟ يعني هل فيبدو أن جزء منها أنها معضية جزء منها أنها مشاكل في بنية هذه الدول في النظام المؤسسي فيها في نظام الجيوش فيها أحيانا وهذه التصريحات أو التعبيرات نقرا عنها أحيانا تقوم الجيوش في هذه البلاد بدورة قابلة التي تولد الديمقراطية أو لا تمنع الحراك الديمقراطي ولكن في أوقات أخرى قالت أنهم يقومون بدور حفروا القبور اللي هم بيتفنوا التجارب الديمقراطية أو ما إلى ذلك فلذلك تتساءل وتنهي في ختم هذا المقال أنه هل ممكن أن نتوقع المزيد من الانقلابات؟ فالإجابة أنه غالبا بالتأكيد نعم سنرى مزيد من هذه الانقلابات لأنه زي ما قلت أنه في مشاكل هيكلية في هذه البلاد وربما حتى هذا وباء الانقلابات ربما يكون ما نشهد هو بداياته يعني عندنا الوقت وباء كورونا وعندنا وباء الانقلابات ثم هناك كذلك عدوى الثورات هذا ما تحدث عنه موقع أوبن ديموكراسي تحدث عن ثورات الربيع العربي في حوار مع الكاتب آسف بايات وكتب تحت العنوان كيف شكلت انتفاضات الربيع العربي مصار الثورات؟ ونقل الموقع عن بايات قوله إن الثورات العربية كانت بمثابة تجارب مهمة لفهم أفضل لمعنى الثورة بشكل عام إذن عدوى الثورات كذلك كيف نفهمها نادية؟ بالضبط هو آسف بايات مهتم جدا بموضوع الثورات يعني وهو إيراني أمريكي ويدرس الثورات منذ ثورة الإيرانية في سنة 79 وعنده عديد من الكتب عن الثورات وخصوصا عن مصر وتونس وهو بيقول أنه من خلال بحثه المستمر في هذا المجال أن الثورات لا تحدث فقط يعني كما نراها لها فكرة أنه ما نراه أو نعتقد أنه ربما أنه فشل في تحقيقه الديمقراطية لكن تأثير الثورات يستمر على هذا الحراك يعني يمتد لي العلاقات المجتمع إلى قاعدة المجتمع إلى قيم ثقافية مختلفة فهو ضرب أمثلة كثيرة على ذلك وهو كما قالك كما أنه الموالين أو أصحاب الثورات المضادة يتعلمون من بعضهم البعض أدن الثوار يتعلمون من بعضهم البعض من تجارب تجاربهم واستشهد به أن الثوار في السودان تعلموا من أخطاء الثوار في مصر وربما هذا يفسر فكرة أنهم ما زالوا مستمرين في مظاهراتهم وهو يعني يعتب على أنه الدول الغربية وأمريكا لا تأخذ مواقف قوية وصلبة في مواجهة الانقلابات كما حدث في السودان مؤخرا لكن هو يقول أنه لا يجب أن نحكم على الثوارات بفشلها أو نجحها بمجرد أنه هل وصل الديمقراطية أو لا لأنه في بعض الدول الوضع فيها أسوأ مما كانت عليه لكن الحراك المجتمعي وفكرة أنه كان في موجة أخرى من الثوارات في عدد من آخر من الدول العربية تقول أنه لم يعني نقطة النهاية لم تضضع أو لم تكتب بعد بخصوص الثوارات في الثوارات الربيع العربية نعم ونقطة نهاية في قراءة الصحف لم تكتب بعد كذلك ناديا نلتقيك الأسبوع المقبل مع قراءة أخرى وجولة أخرى في الصحفة العالمية مشاهدين الكرام المسائية مستمرة وبعد الفاصل يلتقيكم مصطفى عشور وستاد مباشر وفيه ليفربول يواصل مطاردة المتصدر منشستر سيتي فين